من اهم الاشياء اللي لازم تشتريها من تدخل للجامعة هي الطابعة وخصوصا اذا تشنت منطلاب المجموعة الطبية والمجموعة الهندسية اللي دراستهم من 4 الى 5 سنوات او الى 6 سنوات عفوا فهنان انت رح تكون اهم خطوة ممكن تسويها بحياتك الجامعية انه تشتري طابعة لانه انت مو يوم ويومين ولا سنة وسنتين انت باقي 6 سنين 5 سنين او حتى لو 4 سنين يوميا لازم تكمل محاضراتك وتروح تسحب اللكتورات واللابات الملازم وكل هذا التفاصيل فممكن تكون المكتبة بعيدة ممكن تكون المكتبة معزلة ممكن تكون ازدحام رح تنجبر تعاني هذه المعانات لانه ما عندك طابعة فمن اهم الاشياء اللي لازم تستثمر بها بالفترة الجامعية هي شراء الطابعة رح تقولي اوكي حسين شنو الطابعة اللي اشتريها لازم تعرف انه بالعراق عندها ثلاثة براندات هي الافضل والاشهر اللي هي كانون اتش بي وبراثر اكثر ماركة انصح بيها هي الكانون لانه متوفرة بشكل اكبر تلقاها باي مكان صيانتها اسهل وارخص والاهم من كل هذا انه سعرها نفسها هو ارخص لازم تنتبه على نقطة مهمة من تريد تشتري طابعة ان تكون الطابعة تدعم الواي فاي بالوقت الحالي لازم تطابعة بها واي فاي طابعة اذا ما بها واي فاي ما رح تقدر تطبع الا بوجود الحاسبة يعني لازم كابل تربطه بالحاسبة يلا تقدر تطبع ما تقدر تطبع من الموبايل ما تقدر تطبع من التابلت ما تقدر تطبع من الحاسبة بشكل لاسلكي لازم تربط الكابل اما اذا كان اكو واي فاي بالطابعة فما رح تحتاج الواير اصلا تقدر تطبع من الموبايل مباشرة تقدر تطبع من التاب وتقدر تطبع من الكمبيوتر بشكل لاسلكي راح تقول لي حسين اوكي انصحنا بوحدة انصحك بالكانون جي 3420 هذا الطابعة اللي سعرها 180 دولار بالعراق يطلع تقريبا 250 الف دينار فنعم قد يكون سعرها شوية غالي للبعض بس هذا طابعة حديثة مو طابعة قديمة وبيها واي فاي وبيها كل شي ممكن انت تحتاجه ومن تشتريها لا تفكر انه انت راح تشتري غيرها تستاهل انه انت تدفع بيها اذا تقول لي حسين هذا غالي اريد شي شوية ارخص راح انطيك شي ارخص بس لازم عندك حاسبة لان الطابعة راح اقول لك عليها ما بيها واي فاي يعني ما تقدر تطبع لا من الموبايل ولا من التابلت تطبع حصرا من الحاسبة ولازم بكيابوك فهذا الطابعة راح يكون اسمها كانون TS 3440 هذا الطابعة سعرها 100 دولار بالعراق 150 الف فمو كلش غالية راح تكون ارخص من الطابعة اللي ذكرناها بالبداية بس بنفس الوقت هذا الطابعة ما بيها واي فاي يعني ما تقدر تطبع من الموبايل ما تقدر تطبع من التابلت لازم تكون عندك حاسبة وتربطها بكابل حتى تقدر تطبع فإذا أنت عندك حاسبة وإمكانيتك محدودة هذا راح تكون مناسبة وتمشي أمورك وما بها أي عب بس إذا أنت عندك إمكانية شوية أكثر حتى لو عندك حاسبة أخذ G3420 راح تكون أفضل وأحدث لأن الواي فاي ممكن بعد سنة سنتين يكون شيء أساسي جدا وما تقدر تستغني عنه فبس هذا كان فيديو اليوم أتمنى أجبكم الفيديو واستفادياتكم من عندي إذا تابعنا على اليوتيوب لا تنسى تطينينا لايك وتشترك بالقناة وإذا تابعنا على الفيسبوك فهموا نطينينا لايك وتابع الصفحة حتى يوصلك كل جديد كانوا ياكم أخوكم حسين تحياتي لكم